إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عما ناصيتك بيده أيها الإخوة الأحباب الشيطان عدو لنا كما قال رب العزة سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو وهذا الشيطان لا يغفل عننا وإنما هو معنا دائما ويجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يفارقنا فإذا كان هو كذلك وإذا كان لا يغفل عننا وإذا كان يوسوس لنا دائما لنعصي الله عز وجل ولنتكاسل عن طاعته فإننا ينبغي علينا ألا نغفل عما ناصيتنا بيده سبحانه وتعالى الشيطان لا يغفل عننا ونحن لا قوة لنا على الشيطان إلا بالله سبحانه وتعالى فعلينا ألا نغفل عن الله سبحانه وتعالى طيب الشيطان لا يغفل عننا قيل للحسن البصري هل ينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راحة إذن كأنه لا ينام وليس هو وحده ولكن له جنود وله ذرية كثيرون أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا خد بالحضرتك إحنا عاوزين نعرف عدونا في حكمة كده تقولك اعرف عدوك علشان تعرف تتعامل معاه الشيطان عدو نعم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو طيب هل يغفل عننا؟ لا يغفل عننا وإنما هو مستمر دائما في الوسوس طيب العداء بتاعه خطير قالوا نعم عداءه خطير جدا شوف أحد الحكماء يقول يا ابن آدم الشيطان يراك وأنت لا تراه والشيطان لا ينساك وأنت تنساه ثم يقول والشيطان كذلك فارغ وأنت مشغول يعني الشيطان فارغ وأنت مشغول ويراك وأنت لا تراه ولا ينساك وأنت تنساه المعركة غير متكافأة لو تخيلنا واحد بيتخانئ مع واحد وواحد منهم مش شايف التاني فاللي مش شايف ده بيتمكن من الآخر وصاحبنا الآخر عايز يضربه وعايز يوجعه بس هو مش شايفه فالمعركة غير متكافأة ولذلك قال بعض الحكماء إذا كان الشيطان يراك وأنت لا تراه فلا حل إلا أن تستعين بالله الذي يرى الشيطان ولا يراه الشيطان يبقى ملهاش حل غير إن احنا نستعيذ بالله سبحانه وتعالى ولذلك قال ربنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله يعني إلجأ إلى الله عز وجل لا تغفل عما ناصيتك بيده دايما كن مع الله سبحانه وتعالى يحفظك من هذا الشيطان الذي لا يغفل عنك إذا كان الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عما ناصيتك بيده سبحانه وتعالى الشيطان إذا استعن بالله عز وجل عليه كسبنا المعركة فإذا غفلنا عن الله سبحانه وتعالى الشيطان يتسلط علينا وهو الذي يكسب المعركة ولذلك بعض الطلبة قال لبعض الشيوخ هكذا ذكر الإمام القرطبي في تفسيره تلميذ يقول لشيخه يعني ماذا أفعل مع الشيطان وهو متسلط علي قال أرأيت لو حاولت دخول بيت فنبحك كلبه لو أنت رايح تزور حد من الناس وده عنده كلب حراسة أمام البيت فأنت بتحاول تدخل وهو يمنعك الكلب يمنعك ماذا ستصنع فقال التلميذ أدفع الكلب عني ما استطعت لو معي عصى معي شيء أدفع بعيد أدفع عن نفسي قال له طيب سيذهب لكنه سيعود لن يتركك قال أدفعه ما استطعت قال سيعود قال أدفعه ما استطعت قال ذلك أمر يطول احنا كده الليل حيروح انت عايز تدخل وهو بيمنعك فيه خناء كده وانت يعني منتش عارف تتغلب عليه وهو مش هيسيبك فماذا تصنع قال له استعن برب الكلب يدفع عنك كلبه يعني استعن بصاحب البيت اللي هو بيسمع الكلب بيسمع كلامهم ربيه بيطعمه بيه وهكذا استعن برب البيت يدفع عنك كلبه لو نديت على صاحب البيت ولتقول له يا فلان أنا عايز أدخل والكلب منعني سينادي على الكلب وقول له اتركه فالكلب سيتركك والمعركة ستنتهي يقول له كذلك استعن بالله يدفع عنك كيد الشيطان انت عمال بتحارب الشيطان لكن انت ضعيف والشيطان ضعيف ربنا قال كده وخلق الانسان ضعيفا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا الحكماء يقولون ان المعركة بين ضعيفين لا ينتصر احدهما على الاخر ستطول المعركة امال ايه قال لك لا بد احد الضعيفين يستعين بقوي والمسلم يستعين بالله القوي لينصره على هذا الشيطان الضعيف لا حول ولا قوة الا بالله لا قوة بك ايها الانسان الا اذا اعانك الله سبحانه وتعالى ولذلك عند الصلاة مثلا المؤزن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح والشيطان مش عاوزك تتحرك من مكانك ولا تقوم تصلي فانت بتقول لا حول ولا قوة الا بالله يعني لا قوة بي على اجابة هذا النداء الا اذا استعنت بالله واذا اعنتني يا رب فاعني وارزقني من قوتك واعطيني من قوتك فانا ضعيف اذا علمت ان الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل انت عمن ناصيتك بيده هكذا هي الحكمة وهكذا هو الا الطريق